دانا سعادة سيد أحمد بن إبراهيم الملّى رئيس مجلس النواب العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف حفلة لنقل الشرطة بالقرب من منطقة جدحفص وأسفر عن استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخرين مؤكداً ثقة المجتمع البحريني المتماسك في سرعة القبض على الجنات وتقديمهم للعدالة لأخذ ما يستحقونه من عقاب رادع واصفاً مرتكبي هذا العمل بالجبناء الإرهابيين الذين يعمدون إلى استهداف أمن واستقدار مملكة البحرين ووحدة شعبها الوفي الذي لا تزيده مثل هذه الأعمال الإرهابية إلا تماسكاً خلف قيادتنا الرشيدة ودعا معالي رئيس مجلس النواب إلى ضرورة التصدي بكل قوة وحزم لكافة الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة التي تستهدف ترويع الأمينين والمقيمين على أرض البحرين مشيراً إلى أن المجتمع البحريني الأصيل بكافة أطيافه ومكوناته ومذاهبه ودياناته تدين بأشد العبارات هذه الأعمال الإرهابية مؤكداً دعم السلطة التشريعية لكافة الإجراءات التي تتخذها الجهات الرسمية المختصة من أجل فرض الأمن والاستقرار في ربوع المملكة بدور هدان مجلس الشورى العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف حافلة لنقل رجال الأمن على شارع خليفة بن سلمان بالقرب من منطقة جد حفص وأسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين أثناء قيامهم بأداء الواجب وأكد مجلس الشورى في بيان رفضه التام لكافة أساليب العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة أمن البلاد وأرواح الأمنين من المواطنين والمقيمين لافتاً إلى أن يد العدالة والقانون ستطال مرتكبي هذا العمل الإرهابي الجبان والمحرضين عليه مؤكداً على أن مساعي الإرهاب لتفتيت وحدة هذا المجتمع والنيل من استقرار الوطن لن تنجح وذلك بفضل تلاحم الشعب وتألفهم والتفافهم حول القيادة الحكيمة ترجمة نانسي قنقر